اشتركوا في القناة في موقع اليونيتي والثانية حساب مطور في جوجل بلاي او غيرها من المتاجر ويفضل لو كان عندكم خلفية في منصة الجوجل بلاي للمطورين لانه في هذا الدرس بيكون التركيز على خاصية الشراء نفسها بسم الله نبدأ نروح لموقع اليونيتي على حسابنا ونضيف جديدة وهذه فكرتها بس تنظيم الفريق او المؤسسة اللي تحتها تكون الالعاب بعدين عندنا عن نختار الالي سوناها وتطلع لنا هنا السيرفزز اللي موجودة نختار الاناليتيس ونفعلها وهنا يقول لنا اذا كانت لعبتنا مخصصة للاطفال ما دون سنة 13 فنحن نسيبها زي ما هي بعدين نرجع لورا ونشوف انه فعل لنا الاناليتيكس نرجع مرة ثانية الاناليتيس ويطلب مننا اللايسنس كي هذي نحتاجها من جوجل بلاي فنروح ونسوي جديد بعدين نروح عند وننسخ اللايسنس اللايسنس كي هذا نسوي لو بيست هنا verify اوكي اطانا الصح بعد ما نخلص نسوي import عشان نستورد الباكيج حق خاصية الشراء بعدين تظهر لنا رسالة تقول انه هذه الملفات قديمة فنضغط بس على I made backup go ahead نروح عند ويندو نلاقي مكتوب Unity IAP وهذه اضافة جديدة انضافت بعد الاستيراد او لما نسونا import وبعدين داخلها نختار create IAP button واللي هو الزر لل in-app purchase سواء لنا الزر زي الزر العادي ولكن الفرق انه هذا الزر خاص لخاصية الشراء فنروح عند الانسبكتر نضغط على تكست ونغير المحتوى ونكتب get 500 diamonds وبعدين زي ما تشوفوا عندنا فراغ للبرودكت مكتوب none عشان نضيف البرودكت نروح للكاتالوج ويقول لنا دخل ال ID فنكتب diamonds.500 مثلا ID لهذا المنتج بعدين موجود consumable عندنا consumable اللي هي الاشياء اللي تشترى اكثر من مرة زي الجواهر وغيرها بعدين non consumable اللي هي زي مثلا القبعات او outfits الاشياء اللي تشتريها مرة واحدة وبس وبعدين subscription الاشتراك بعدين ننزل تحت عندنا title ايش اسم البرودكت نكتب مثلا بس 500 diamonds description الوصف get extra 500 diamonds بس وبعدين عندنا add product هنا لو ننبغي نضيف منتج ثاني بس يكفينا واحد نخرج وبعدين نختار product ID اللي سوناه زي ما تشوف عندنا على اليمين في event مكتوب on purchase complete الزر العادي في event on click يعني لما نضغط الزر ينادي دالة موجودة اما هذا الزر ميزته انه في هذا الخاصية الزايدة on purchase complete لما تتم عملية الشراء بنجاح ينادي هذه الدالة فنسوي game object جديد فاضي نسميه store manager ونضيف ونضيف لسكريبت بنفس الاسم store manager double click عشان نفتح السكريبت ونمسح هذه الدالتين ما راح نحتاجها وعشان نستخدم خاصيات الشراء نستدعي class purchasing using unity engine dot purchasing وبعدين نسوي الدالة اللي تناديها عملية الشراء فنسميه مثلا on purchase complete نفس الدالة المكتوبة هناك والparameters اللي فيها product وبعدين نتأكد انه object حق product له قيمة وما هو فاضي وعشان نعرف نشوف اذا ما تساوي null بعدين نستخدم switch case اذا ما تعرف اش switch case بحط link لدرس ثاني شرح فيه عن switch case والقيمة اللي نتأكد منها اللي هي product definition dot id يخذ id ويقارنه فالحالة الاولى اذا كان diamonds dot five hundred اللي زونا نحن break عشان نقفل الحالة وبعدين بنطبع رسالة بس عشان التجربة print you have successfully purchased five hundred diamonds بعدين default اذا كان شيء خارج عن هذه الحالات نطبع بس انه هذا المنتج ما هو معرف sorry this product is not defined so we save ونرجع نضيف لليفنت نسحب store manager ونختار دلة on purchase complete تعمل اللعبة زي ما تشوفوا عندنا الكونسل هنا نسأله clear بس اذا سونا cancel ما يقول لنا شيء اذا سونا buy يقول لنا you have successfully purchased 500 diamonds ونعيد ويعيد لنا نفس الرسالة طيب كذا عرفنا كيف نستخدمها ولكن كيف لو نضيف مثلا score ويزيد score لما نشتري نضيف text جديد عشان نضيف في score الحالي نضيف text فوق وبعدين نكبر text شوية وبعدين نغير القيمة الى 100 عندنا 100 diamond ونغير اسمه بس الى diamonds عشان يكون اسهل لنا ونرجع للسكريبت ونستخدم unity engine dot ui عشان بنتعامل مع text فنصيبه متغير جديد من نوع text ونسمي diamonds text عشان ندخل على text اللي سواناه وبعدين اذا اشترينا diamonds ناخذ قيمة diamonds من text بس اذا كذا العليسار integer والعليمين string فنضطر نحوله الى integer فنستخدم integer dot parse ونحط داخلها اي قيمة string عشان نحولها لانتجر وبعدين نغير قيمة التكست الى عدد ال diamonds الحالي اللي هو current diamonds زايد 500 اللي قيمة ال diamonds اللي اشتريناها ولكن كذا هذه integer واللي عليها صار string فنحولها لstring باستخدام دلة dot to string نسحب التكست الى داخل السكريبت هذا ونجرب اذا سونا cancel ما في شي صار فوق الاسمية واذا اشترينا صار 600 واذا اشترينا مرة ثانية صار 1100 وبكذا خلصنا من ال score او كمية ال diamonds اللي عند اللاعب طيب هذي دخل البرنامج لو نبغى نسوي نفس الطريقة بس تكون فعلية مربوطة بالGoogle play نروح للcatalog ونضيف لها السعر نروح للprice ونكتب 5 عشان يكون سعرها 5 ريال بعد نختار app export ونختار google play ونحفظ ها كملف csv نسوي save ونرجع بعد نروح للbuild settings نضيف في السين او المشهد الحالي عشان نجهزها للتصدير نعبي هذه المعلومات ونضغط وبعدين ننزل تحت عند keystore ننزل check create new keystore ننزل browse ونحفظ في المكان اللي نبغاه وبالاسم اللي نبغاه وبعدين اكتبوا password لهذا keystore ننزل تحت create new alias وهذا بيكون معلومات اللعبة نعبيها وبعدين نكتب password نفسه اللي كتبنا داخل alias وبعدين نضغط على build نسمي اي شي ونسأل save صار عندنا الملفين الapk اللي هو اللعبة والcsv اللي فيبو معلومات product فنروح عند الapp release بعدين alpha اوكي هنا نرمي الapk file ونسمي اي شي مثلا in-app chase alpha test version one اي شي الجديد في هذا الاصدار ولا شي مجرد تجربة بعدين عند product او المنتجات نقوم import نستورد الملف اللي سوناه اللي هو csv ونسحبه نقوم done زي ما تشوف وطلع لنا 500 diamonds بخمسة ريال زي ما عندنا ثلاثة عليهم صح لكن لونه رمادي فلازم نكمل ها هنا سرعت المقطع بس عشان ما نضيع وقت خلصنا من pricing او الاسعار نروح ال content rating اللي هو التقييم العمري نكمل وهذا الاشياء اختيارات بس سي save وبعدين calculate يحسب لنا اياها بعدين نقول بس apply rating عشان نستخدم هذا التقييم وبكذا خلصنا من ثلاثة صح بقي لنا اخر صح اللي هو store listing معلومات اللعبة نرفع الصور والاشياء هذه المملة ونقوم save نحن نرجع لل app release alpha اللي رفعنا قبل شوية نقوم manage بعدين نضيف test group هنا نقدر نضيف مجموعة من الناس اللي يقدروا يجربوا اللعبة لأنها هي ما زالت تحت التجربة في alpha فتكتبوا الايميل اللي تبغوه نقوم نقوم وتحددوا هذا group بعد من نخلص نقوم save مرة ثانية edit release نقوم review نصبر نصبر شوية بس اوكي start rollout عشان نوديها للألفا وذل حين نصبر لها الى ما تصير للألفا بعدين عندنا release to beta production production اللي تنزل للعبة كاملة و beta اللي هي التجربة بس للكل الالفا ميزتها انها مغلقة بس لناس انت تسوي لهم invite او دعوة بعد ما نخلص بيطلع لنا اللينك هنا ولكن حاليا هي ما زالت تحت المراجعة هم يقولوا تاخذ ربع ساعة بس غالبا تاخذ ربع ساعة الى نصف ساعة وحيانا ساعتين واخر خطوة نروح عند settings account details وننزل تحت نضيف اليميل التستر هنا مرة ثانية الفرق بين هذه وهذه يقدر يدخل للعبة بس اما التستر اللي هنا ينحط ايميله يقدر يشتري يشلف اللعبة ببلاش من غير ما يخصم عليه فتضيفوا ايميلكم زي ما تشوفوا لسا pending يعني تحت المراجعة فنصبر لها اول ما تصير published نروح عليها مرة ثانية عشان نشوف الرابط اللي موجود نروح عند release app releases وننزل عند alpha بعدين تروح عند التستر زي ما تشوفوا في هذا الرابط تدخلون عليه انتو او التستر الثانيين وبعدين تضغطوا على become a tester عشان تكون مجرب فنضغط عليها يقول لنا welcome ومدريش وبعدين يقول لك تحت you are now a tester ونضغط على الرابط عشان نحمل لنا اللعبة نفتح ها نضغط على get diamonds وتطلع لنا هذه مكتوب this is a test order you will not be charged يعني هذه مجرد تجربة فما بنتفعل so we confirm we know thanks payment successful زم زم اجوف فوق صارت 600 عندنا زادت النقاط وبكذا قدرنا ندخل ونجرب عملية الشراء بنجاح وقبل لانه الفيديو حاب اشارككم بس بعض المشاكل اللي انا شخصيا واجهتها و اعطيكم حلولها اذا واجهتوها يعني المشكلة الاولى لما جيت اجرب اللعبة من داخل unity لما نسوي buy او شراء تطلع لي كانت رسالة خطأ او error فقعدت ادور بالنت وقالوا انه هذه المشكلة موجودة في الاصدار الاخير فاضطريت احمل اصدار unity اقدم من اللي عندي فنسخة اللي معايا حاليا هي نسخة 2017 والمشكلة الثانية قعدت اجرب بجوالي فما اشتغل جربت اكثر من مرة وقعت ادور مرة ثانية واحدة من الحلول اللي لقيت يقول لك جرب بايميل مو نفس الايميل اللي مسجل فيه كمطور جرب ايميل ثاني فجربت ايميل ثاني وفعلا نفع هذه كانت بعض المشاكل اللي واجهتها اتمنى اتمنى يكون الدرس مفيد بالنسبة لكم اذا عندكم اي سؤال او السفسار اكتبوه في الكومنت تحت واذا ما كنتم مشتركين لا تنسوا الاشتراك في هذا القناة عشان تلاقون دروس في صناعة الالعاب اكثر واكثر كام معكم عمر بالفقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته